من القدس ينضم إلينا مراسل غد أحمد البديري أحمد ما هي تفاصيل هذه الجولة التي سيقوم بها المسؤولة على الخزانة الأمريكية وما أهم الأهداف المرجوة تحقيقها من خلال هذه الزيارة كما فهمنا من المصادر الإسرائيلية بأنه غدا سوف يتم توقيع هذا الاتفاق في العاصمة البحرينية المنامة وذلك في إطار ثلاثة أطراف الطرف الإسرائيلي، الطرف الأمريكي والطرف البحريني بالنسبة للطرف الإسرائيلي، سوف يكون مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية هو الذي سوف يترأس هذا الوفد، إضافة إلى عدد من المسؤولين ومن الجانب الأمريكي، وزير الخزانة الأمريكي ومن الجانب البحريني، كبار المسؤولين البحرينيين هذا التوقيع كما فهمنا ليس اتفاق السلام إنما هو إعلان مبادئ لاتفاق السلام بمعنى بينه الخطوة الأولى وذلك للمضي قدما في توقيع هذه الاتفاقية السبب في ذلك كما يقولون في إسرائيل أن هناك بعض الإشكاليات التي تتعلق في الجانب البحريني ولكن في نهاية المطافي قلون بأن سوف توقيع عدد من الاتفاقيات تتعلق في التجارة تتعلق في الاستثمار، تتعلق في السياحة، في موضوع الكورونا وبالتالي عدد من الاتفاقيات الجانبية التي سوف تعمل على تسريع عملية إقامة علاقات تطبيعية بين إسرائيل وبين البحرين أيضاً لابد الإشارة إلى أن الجانب الإسرائيلي يرى بأنه أيضاً الذهاب إلى البحرين له دليلات حيث سوف تمر الطائرة الإسرائيلية عبر أجواء السعودية إذن كانت هذه الصورة مع أحمد المديري مراسل الغد شكراً لك أحمد المديري كنت معنا من قدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر